بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف الثامن اليوم أنا وياكم يا ميس رح نبلش بدرس جديد اسمه مملكة كيندا وهو الدرس الرابع من الوحدة الثانية في كتاب التاريخ صفحة 59 يبدرسنا لليوم رح نعرف أكثر عن مملكة كيندا عرف قبيلة كيندا عرف قبيلة كيندا هي من القبائل العربية التي هاجرت من جنوب الجزيرة العربية في القرن الخامس الميلادي وتنسب إلى ثور بن عثير بن عدي استقرت بداية الأمر شرق اليمن في منطقة حذر موت ثم انتقلت إلى نجد وسط الجزيرة العربية إذن قبيلة كيندا هي إحدى القبائل العربية التي هاجرت من جنوب الجزيرة العربية في القرن الخامس الميلادي تنتسب هذه القبيلة إلى شخص اسمه ثور بن عفير بن عدي استقرت أول شيء شرق اليمن في منطقة تسمى حذرموت بعدين انتقلت إلى نجد وسط الجزيرة العربية مع عاصمة مملكة كيندا قرية الفاو إذن مع عاصمة مملكة كيندا قرية الفاو الآن خلينا نعرف عن أكثر عن قرية الفاو عرف قرية الفاو تقع قرية الفاو في وادي الدواسر وسط الجزيرة العربية إذن قرية الفاو هي قرية تقع في وادي الدواسر وسط الجزيرة العربية في محافظة السليل اليوم في محافظة اسمها السليل في الوقت الراهن تبعد عن نجران تقريبا 300 كيلو متر إلى الشمال الشرقي وهي عاصمة كيندا منذ القرن الرابع قبل الميلاد إذن هي عاصمة كيندا منذ القرن الرابع قبل الميلاد الآن خلينا ننتقل إلى أذكر مميزات قرية الفاو أذكر مميزات قرية الفاو يعني بماذا تتميز عاصمة مملكة كيندا قرية الفاو واحد الموقع على الطريق التجاري حتى كانت نقطة عبور للقوافل التجارية المارة في نجد تجاه جنوب الجزيرة العربية وشمالها إذن كانت قرية الفاو ذات موقع متميز على الطرق التجارية اللي كانت نقطة عبور للقوافل التجارية اللي كانت تتجه من نجد إلى جنوب الجزيرة العربية وشمالها اثنان كانت عاصمة لدولة لها تاريخ عريق في الجزيرة العربية لمدة تزيد على خمس قرون اذا كانت قرية الفاو عاصمة لدولة هذه الدولة كان لها تاريخ عريق في الجزيرة العربية لمدة تقريبا تزيد عن خمسة قرون ثلاث احتوائها على العديد من آبار المياه التي اسهمت في ازدياد الحركة التجارية والزراعية اذا قرية الفاو كانت بتحتوي على العديد من الآبار المياه اللي اسهمت انه يزيد الحركة التجارية والزراعية الآن خلينا ننتقل ثانيا الى نظام الحكم ما سبب تسمية كندا بكندا الملوك؟ ما سبب تسمية كندا بكندا الملوك؟ ليش سموا كندا بكندا الملوك؟ لكونها احدى القبائل العربية القليلة التي اقامت ممالك الى جانب حمير والمناذر والغساسنة لانه مملكة كندا هي احدى القبائل العربية القليلة ما احنا حكينا كيندا هي قبيلة عربية كانت احدى القبائل العربية اللي اقامت ممالك الى جنوانب حمير والمناذرة والغساسنة ما شكل نظام الحكم في مملكة كيندا؟ ما شكل نظام الحكم في مملكة كيندا ملكي وراثي اذا لو سألتك ما هو شكل نظام الحكم يا ثامن في مملكة كيندا ملكي وراثي؟ كان نظام الحكم في مملكة كيندا يقوم على الاتحاد الفيدرالي يجمع قبائل عديدة تترأسه اسر من قبيلة كيندا اذا نظام الحكم ملكي وراثي كان نظام الحكم بالمملكة قائم على الاتحاد الفيدرالي الان كان يتصف ملوك كيندا بالشدة والبئس وحب التوسع اذا بما اتصف ملوك كيندا الشدة والبئس وحب التوسع عدد اشهر ملوك كيندا خلينا نعددهم ونعرف كل واحد عنه اكثر واحد حجر بن عمرو الملقب بأكل المرار عمرو بن حجر بن عمرو الملقب بالمقصور والحارث بن عمرو بن حجر الكندي حجر بن عمرو الملقب بأكل المرار هو اول ملوك كيندا اذا حاجر بن عمرو الملقب بأكل المرار هو اول ملوك كيندا في نجد استطاع انه الملك يتوسع في دولته اليمامة البحرين ثم تبعه في الحكوم ولده عمر بن حجر اذا نعيد حجر بن عمرو كان لقبه اكل المرار هو اول ملوك كيندا استطاع انه يتوسع دولته حتى وسط البحرين ثم كان بعده ولده عمرو بن حجر بن عمرو كان ملقب بالمقصور ليش لقبه بالمقصور؟ لانه اقتصر ملكه على نجد بعد خروج اليمامة من املاك ابيه فسمي بالمقصور اذا سموا عمرو بن حجر المقصور لانه كان بس حكمه اقتصر على نجد بعد ما خرجت اليمامة او البحرين من املاك ابي ثالث الملوك الحارث بن عمرو بن حجر الكندي كان من اقوى الملوك كيندا وكان اشدهم بأسا واكثرهم طموحا في عهده وصل نفوث كيندا حتى الحيرة اذا الحارث بن عمرو بن حجر الكندي كان اقوى ملوك كيندا كان اشدهم بأسا اكثرهم طموحا حتى انه وصلت نفوث كيندا حتى الحيرة الان خلينا ننتقل ثالثا الى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ما مظاهر الحياة الاقتصادية في كيندا رح نحكي عن الزراعة رح نحكي عن الصناعة ورح نتحدث ايضا عن التجارة اولا الزراعة حفروا الابار وشقوا القنوات احتكروا زراعة النخيل والكركم واللبان والحبوب ثلاث اهتموا بالثروة الحيوانية الجمال والابقار واحتنوا بتربية الخيول اذا من ناحية الزراعة الكندا مملكة كيندا سكان مملكة كيندا راحوا حفروا الابار وشقوا القنوات احتكروا زراعة النخيل يعني بس هم اللي صاروا يزرعوا النخيل الكركم اللوبان والحبوب ايضا صار عندهم اهتمام كبير بالثروة الحيوانية مثل الجمال الابقار واحتنوا بتربية ايضا الخيول الان خلينا ننتقل الى الصناعة اول شيء صاروا يعرفوا اكثر بالصناعات المعدنية مثل الخناجر السيوف والاواني صاروا يهتموا بصناعة الحلي والاساور المزخرفة والخواتم ايضا عرفوا صناعة الزجاج الملون انتشرت عندهم بشكل كبير صناعة الفخار صنعوا من هذا الفخار المباخر المصافي حتى انهم صنعوا اخطية الاواني لان خلينا ننتقل الى التجارة قام تجار كندا بدور الوسيط التجاري بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها اذا كان تجار كندا كانوا وسيط بين مين وبين بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها ايضا كان اهتموا بالسلع التجاري زي الحبوب الطيب النسيج الاحجار الكريمة والمعادن زي الذهب والفضة ايضا سكت كندا عملة خاصة بهم اذا صار لكندا عملة خاصة بهم وضربوا عليها اسم الآلهة كهل الذي عبدوه اذا مملكة كندا صار لها عملة خاصة فيها هاي العملة عليها اسم الآلهة كهل اللي كانوا يعبدوه ايضا هاي التجارة ايضا هاي التجارة انعكست الاجتماعية في كندا ما مظاهر الحياة الاجتماعية في كندا اهل كندا رغم الثراء اللي وصلوا له بالتجارة ظلهم محافظين على حياة البداوة كانوا يعيشوا في بيوت من الشعر ويقضون اوقاتهم في الصيد الى جانب التجارة وكان قبائل عديدة تتشابه في نمط المعيشة اذا اهل كندا ظلهم محافظين على حياتهم الاجتماعية وطابحهم البداوة وكانوا يعيشوا اهل كندا في بيوت من الشعر ويقضوا اكثر اوقاتهم في الصيد بجانب التجارة يعني اذ كانوا يصيدوا وايضا بنفس الوقت كانوا يعملون في التجارة الآن خلينا ننتقل الى اشهر الكتاب والادباء الذين يعدون باصولهم لقبيلة كندا اذا اكتب السؤال التالي سمي اشهر الكتاب والادباء الذين يعيدون باصلهم لقبيلة كندا اولا امرؤ القيس بن حجر بن عمرو كان من اشهر شعراء كندا ارخى في شعره الملاحم والوقاء التي عاشها كندا اذا اول شعراءهم كان امرؤ القيس بن حجر بن عمرو كان من اشهر شعراء وكان يترخ في شعره الملاحم الوقائع التي عاشتها كندا احمد بن الحسين الكندي اول المتنبه هاي اثنين ثلاث الفقيه الشهير رجاء بن حيوة وايضا اربعة الفيلسوف العربي الكندي الان خلينا ننتقل الى الخط الذي استخدمه كندا في الكتابة كانوا يستخدم بكتابتهم الخط المسند هو الخط العربي الذي اختطته سكان كندا في التعبير عن افكارها اذا كان سكان كندا يعبروا عن افكارهم عن طريق الخط المسند ما ديانة كندا ما ديانة كندا اول اشي كان في ناس وثنيين يعبدون الاصلام وفي منهم احتنقوا المسيحية اللي كانت اصلا اكثر انتشار في نجد قبل الاسلام اذا في جزء من الناس كانوا يعبدوا الوثنية اي الاصنام وفي جزء من الناس كانوا يعبدوا المسيحية اللي انتشرت بشكل كبير في نجد قبل أن يدخلون الإسلام الآن مظاهر العمارة والفنون في كندة ما مظاهر العمارة والفنون في كندة واحد كان يوجد القصور والأسواق والمعابد إلى جانب التماثيل اثنين كان يهتموا سكان كندة ببناء الخانات أو الفنادق عشان يستروحوا فيها تجار القوافق أيضا ثلاث كان عندهم تقدم بالعمارة بسبب تأثرهم بالحضارات الشرقية حتى أنهم في الوقت الراهن عثر على رسومات منقوشة على جدران المعابد تعكس نمط معيشتهم طبيعة البيئة التي عاشوها ومعتقداتهم الدينية إذن نعيدهم من مظاهر العمارة والفنون في كندة واحد وجود قصور وأسواق ومعابد إلى جانب التماثيل اثنين اهتم سكان كندة ببناء الخانات كمحطات تجارية لاستراحة القوافل نظرا لموقعها الاستراتيجي على الطرق التجارية ثلاث تقدم العمارة وتأثرها بالحضارات الشرقية القديمة وعثر على رسومات منقوشة على جدران المعابد تعكس نمط معيشتهم وطبيعة البيئة التي عاشوا فيها ومعتقداتهم الدينية الآن خليني أنا وياكم نحل أسئلة الدرسية ثامن بشكل سريع عرف ما يلي قرية الفاو وكندة الملوق قرية الفاو قرية تقع في وادي الدواسر وسط الجزيرة العربية في محافظة السليل واتخذتها كندة عاصمة لها قرية الفاو قرية تقع في وادي الدواسر وسط الجزيرة العربية في محافظة السليل واتخذتها كندة عاصمة لها كندة الملوق لقب أطلق على قبيلة كندة لكونها أحدى القبائل العربية القليلة التي أقامت ممالك إلى جانب المناذر والغساسنة كندة الملوق لقب أطلق على قبيلة كندة لكونها أحدى القبائل العربية القليلة التي أقامت ممالك إلى جانب المناذر والغساسنة السؤال الثاني املأ الفراغ بالمعلومات المناسبة فيما يلي تنسب قبيلة كندة إلى ثور بن عفير ثور بن عفير عاصمة مملكة كندة هي الفاو الفاو من الديانات التي ظهرت في مملكة كندة الوثنية والمسيحية الوثنية والمسيحية ديل دال أقوى ملوك كندة هو الحارث بن عمرو بن حجر الكندي أقوى ملوك كندة الحارث بن عمرو بن حجر الكندي ثلاث فسر ما يلي قيام دولة كندة في نجد وبا اقترن قيام الدول والممالك العربية قبل الإسلام ببعض القبائل العربية ألف بسبب الموقع على الطريق التجاري حتى كانت نقطة عبور القوافل التجارية المارة في نجد باتجاه جنوب وشمال الجزيرة العربية بسبب الموقع على الطريق التجاري حتى كانت نقطة عبور القوافل التجارية المارة في نجد باتجاه جنوب وشمال الجزيرة العربية با ان بعض هذه القبائل كانت قوية مما دفعها إلى أن تفكر في إنشاء دول خاصة بها اذا با ان بعض هذه القبائل كانت قوية مما دفعها إلى أن تفكر في إنشاء دولة خاصة بها هيك احنا منكون كما ندرسنا لليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته